اهلا بكم مشاهدنا الكرام الى هذا الموعد الاخباري تتوصل للجوم الثاني على التوليئ زيجرة التي تقود الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الى ايطاليا بدعوة من نظيره سيرجو ماتاريلا ومن المنتظر ان يستقبل ماتاريلا اليوم ضيفه الجزائري في العاصمة روما ويتباح ثنائيا حول مختلف الملفات المشتركة ويأتي لقاؤض من اجندة زيارة التي بدأها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون امس بلقاء ممثلين عن الجالية الجزائرية في ايطاليا حيث استمع الى انشغالتهم ودعاهم للاخراط في المسار التنموي الذي تشهده البلاد ممثلو الجالية الجزائرية بيطاليا ثمنوا من جهتهم تنظيم هذا اللقاء الذي يعد تقليدا سنه الرئيس الجزائري خلال زيجارته الى الخارج اصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما رئاسيا لدعوة الناخبين الى التصويت في استفتاء على دستور جديد في الخامس والعشرين جوليا القادم وافادت الجريدة الرسمية التونسية بانه يتعين على الناخبين الاجابة بكلمة نعم او لا على سؤال وحيد في الاستفتاء وهو هل توافق على الدستور الجديد وذكرت ان الاقتراع سيبدأ في الساديسة صباحا وينتهي في العاشرة ليلا يوم الخامس والعشرين جوليا القادم فيما سيصوت الناخبون المقيمون خارج البلاد بداية من يوم الثالث والعشرين من الشهر نفسه لقي احد عشر رضيعا مصرعهم في حريق اندلع في المستشفى العمومي بمدينة تيفاوان غربي السنغال واعلن ديمبا ديوب رئيس بلدية المدينة انقاذ ثلاثة رضع مشيرا الى ان الحريق نجم عن احتكاك كهربائي ادى الى امتداد النيران بسرعة كبيرة داخل المستشفى الذي دشن مؤخرا بحسب وسائل اعلام محلية من جانبه قدم رئيس البلاد ماكي صال في تغريدة على تويتر تعازي الى امهات وعائلات الضحايا تتواصل العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا في شهرها الرابع وسط احتدام المعارك في شرق اوكرانيا خاصة في منطقة دونباس وافادت مصادر اعلامية بان القوات الروسية دخلت مدينة لسيتي تشانسك في دونباس بعد تكثيف الروس هجماتهم عبر خط الجبهة واقترابهم من استكمال تطويق سيفيرو دونيسك في الايام الاخيرة وفيما قال الجيش الاوكراني ان القوات الروسية قصفت اكثر من 40 منطقة اعلنت السفارة الامريكية في كييف ان القوات الاوكرانية نشرت مدافع امريكية جديدة على الخطوط الامامية في جبهة القتال يصوت مجلس الامن الدولي اليوم على مشروع قرار يشدد العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ردا على اطلاقها صواريخ باليستية عابرة للقارات في جلسة قد تستخدم فيها الصين ورزقة حق الفيطو وبصفتها الرئيس الدوري لمجلس الامن الدوري خلال الشهر الجاري حددت الولايات المتحدة موعد جلسة التصويت بعد ظهر اليوم وقد يفرض اعتماد القرار عقوبات اضافية على واردات بيانج يونج بما فيها صادرات الساعات والوقود المعدني فضلا عن امدادها بمعدات معلوماتية واجهزات اتصالات اجرت مقاتلات تابعة للدفاع الجوي الياباني واخرى تابعة للجيش الامريكي منورات مشتركة فوق بحر اليابان وحسب وكالة كيوضو اليابانية للانباء فقد شاركت اربع مقاتلات يابانية من طراز اف 15 في المنورات واربع مقاتلات امريكية من طراز اف 16 فيما كان الغرض منها تأكيد القدرة على الرد الفوري على التهديدات وتعزيز التحالف بين البلدين ردا على اطلاق كوريا صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان وكذا المنورات التي تقوم بها المقاتلات الصينية والروسية في بعض مناطق بحر اليابان وبحر الصين الشرقية ختم الموجز الى اللقاء اشتركوا في القناة